السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تجوز زيارة كبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية حبيبي لا يجوز أن نسافر من أجل زيارة كبور الأنبياء يعني ما يجوز أن نسافر مخصوص لزيارة كبور الأنبياء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا يعني اللي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى هم دول بس اللي تشد الرحال لهم فلا يجوز شد الرحال من أجل قبر حتى وإحنا بنشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبتكون النية شد الرحال إلى المسجد وليس إلى القبر وده في نفس الوقت ما يمنعش إن إحنا لما نروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه لكن تبقى النية وإحنا بنشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا رايحين للمسجد مش للقبر ولا يمنع ذلك إن إحنا نزور القبر بعد ذلك بفضل الله سبحانه تعالى ولكن بقى بالنسبة لزيارة كبور الأنبياء إذا كنت قدرا إحنا قلنا لا يجوز إن إحنا نسافر مخصوص ونشد الرحال من أجل زيارة كبور الأنبياء ولكن إذا كنت قدرا مسافر للعمل أو للدراسة أو للعلاج أو لأي غرض من الأغراض في بلد من البلاد اللي موجود فيها قبر من كبور الأنبياء فهنا يجوز إن إحنا نزور قبر هذا النبي الكريم لأن إحنا لم نشد الرحال من أجل القبر إنما رايح للدراسة رايح للتجارة رايح للعلاج رايح لأي غرض من الأغراض وقدرا ألو لك ده هنا في البلد دي موجود قبر النبي فلان فبتروح تزور قبر النبي فلان وتسلم عليه بفضل الله سبحانه وتعالى بس إيه في المقابل لو تيقننا من أن هذا القبر هو فعلا قبر النبي فلان لأن الحقيقة يقينا ما نقدرش نجزم أبدا بإني فيه قبر من كبور الأنبياء معروف إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لا يعلم علم اليقين لا يعلم على اليقين قبر نبي من الأنبياء إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما كل كبور الأنبياء فلا نستطيع أن نجزم بأن هذا هو فعلا قبر النبي فلان الخلاصة حبيبي عشان أختصلكم الموضوع هل يجوز زيارة كبور الأنبياء في البداية لا يجوز أن إحنا نسافر مخصوص من أجل زيارة قبر النبي والأنبياء لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبع السلام والمسجد الأقصى لكن لو كنت رايح قدرا للعلاج للدراسة للتجارة في أي بلد قالوا لك في قبر نبي هنا فعلا تمام فيجوز هنا أن نزور قبر هذا النبي الكريم جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته